في الكاي سكوير تيست بوث رسبونز and predictor are categorical variables والكاي سكوير تيست بنستعمله to determine if they are dependent or not هناخد مثال عندنا في دراج معين عايزين نشوف بتاعته اخترنا 105 patient في الستادي بتاعتنا 50 of them were treated with a drug و 55 patient given placebo او treated as control the health condition of all patients was checked after a week دي نتيجة اللي طلعت لنا الناس اللي كانوا treated 51 والnot treated او 551 الرزاة اللي طلعت لنا ان الناس بالتاعتنا 35 واحد واللي 15 بينما الجروب اللي خد بلاسيبو او كان 26 واحد versus 29 وزي ما قلنا total 105 patient يبقى اللي احنا ملاحظينه هنا ان 35 out of 50 patient should improvement الفرض هنا لو اننا يعني هلاقي ان الخمسين اللي خدوا treatment would have been split into same proportion as the patients who were not given the treatment but in this case زي ما احنا شايفين 35 out of 50 يعني 70 percent of patient should improvement which is higher than the control case التست اللي احنا بنعمله عشان نشوف ان treatment cause improvement ده اللي احنا ملاحظينه بس السؤال هل هو by chance ولا it really has an impact فيه rule calculation of expected value زي ما احنا شايفين دي observed values احنا عايزين نحسب expected values عشان نعرف نحسب the statistics بتاعنا rule of expected value ان انا بجيب ال row total بضربه في column total على total number او sample size بتاعتي total فانا عندي بالنسبة مسلا لو انا عايز شوف treated responded اللي هو هنا هحسب ال row total اللي هي خمسين واضربه في column total اللي هي 61 وبقسمه على 105 فبيديني اه 29.05 بحسب بالمنظر ده دي لكل لكل عندي في ال table ده بحسب لده ولده 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 وبدخل على المرحلة اللي بعدها عشان اعرف احسب يبقى اول مرحلة عندي هي ان انا بحسب دي اللي عندي بحسب لها بال 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 على آآ بعد كده بجيب اللي هو وهكذا بعد كده آآ بعمل سكوير ل وبقسم وبقسم على بيطلع للمنظر ده وبجمع على بجمع تاعتها وده هو عندي آآ هعمل ايه بال دي طبعا هقارنها اللي انا هحسبها برضو بحسبها ازاي عندي هي الرو آآ نمبر وفروز ماينس وان وبضربه في نمبر وفروز ماينس وان فانا عندي اتنين روز آآ ماينس وان بوان في اتنين كولومز ماينس وان بوان وان بوان يبقى عندي وده اللي انا هشتغل عليه فبالتالي بتاعتي هي آآ تلاتة آآ وثمانية من فبالتالي آآ بتاع الدراج آآ عايز اتكلم على آآ اللي انا شايفه ده آآ المنظر اللي قدامي ده لو انا عملت آآ بتاعتي آآ في يا اما واحد اما اتنين يا تلاتة يا اربعة يا خمسة ستة آآ وكل آآ اوبشن قدامي للبروبابيليتي بتاعته آآ اللي هي واحد على ستة والتوتال بتاعتها بتبقى بواحد آآ في الكونتينيوس بروبابيليتي ديستربيوشن there is unlimited number of options for x وبيدي مثال هنا على الـ اه لو افترضنا ان الهايط هنا بوينت او آآ آآ الـ ممكن تبقى بس مش مش برينج مفتوح في رينج معين ايه هو الرينج بتاعنا آآ زي ما احنا اتفقنا ان في الـ ده total probability بوين في الـ ده برضو total probability بوين فلو افترضنا ان الهايط آآ او بوينت او آآ يبقى انا عندي عشان يبقى total probability بوين محتاج ان دي تبقى آآ maximum بخمسة فبالتالي x is continuous ممكن تاخد اي value ما بين الخمسة وال صفر آآ الـ discrete probability بعرف احسب لها الـ area يعني probability of two هتبقى الـ area دي بـ صوتس آآ بينما في الـ probability probability of two مش هعرف احسب ها لان ما فيش area طيب انا ممكن احسب ها ازاي في الـ continuous بقول مثلا probability اكتر من اتنين probability قلي من اتنين لو افترضنا هنا probability في المثال بتاعنا probability اكتر من اتنين اللي هي دي خمسة ناقص اتنين تبقى تلاتة آآ التلاتة على خمسة اللي هي آآ بتبقى بـ او 60% طيب ليه انا اتكلمت عشان لما تيجي دي آآ نفهم آآ سورس بتاعي ويكيبيديا اللاقيت فيها ان الكاي سكوير دي بيوشن آآ عشان كده بيعملوا حاجة اسمها يتس كوريكشن يعني يمنع التضخم في التست او بيعمل وده معنا ان هو وممكن يعمل اللي هو وعشان كده في ستجيشن يعني دلوقتي اتكلمت على وقلت ان هو لازم عشان بتاعت بتعمل وبعدين رجعت قلت ان هو وبعدين رجعت تاني قلت ان هو وبعد كده رجعت في الاخر قلت ان هو طب انا كلمت عنه ليه كلمت عنه عشان ده هيساوي لان انا هقبله لما باجي اشتغل في الار ان فيه بتاع هيساوي انا بستخدم كلمة دي عشان انا لما باجي اعمل بالار بحط بتاع ساوي فولس وده معناه انا مش طلبه او مش عايز استعمله عشان لما نقابل كلمة ساوي فولس بعد كده سوى في الكود اللي في الفيديو ده او في اي كود تاني ابقى انا فاهم ان انا المقصود به هو وان انا اخترت ان هو عشان هو بيعمل او ممكن يتسبب لي في وعشان كده اتفق على ان هو او هنشتغل في الار على مثالين المسال الاولاني هو عن الناس اللي انا هقرأ داتا بتاعتي ادي اللي في داتا بتاعتي عبارة عن ال اي دي هو ولا لا امبروفد اه ولا لا ام لو جيت استخدم عشان توريني المنظر ده اه ان الناس زي بالظبط ما شفنا في البرزنتيشن ان التريتد امبروفد خمسة وتلاتين ونوت امبروفد خمسة عشر ونوت تريتد الامبروفد ستة عشر والنوت امبروفد اه تسعة عشر عندي نول هايبوثيز هي ان دي طريقة الاستخدام الاستخدام الكاي سكوير في الار ام بحط التو بالمنظر ده وهران الكود ام هلاقيه بيقول لي بيرسون كاي سكوير تست وميديني الكاي سكوير التست تاتيستيك اقل شوية من اللي احنا حسبناها بادينا في البرزنتيشن اه والبي فعشان كده انا بس حط الارجيومت اللي هو بيساوي اه عشان اقل غي بران تاني اه بيديني هنا الكاي سكوير اه تست تستيك اللي احنا حسبنها والبي فاليو اقل شوية اه من الحساب اللي تم استخدام في هنا هو كانت البي فاليو وز يت وز يت كوريكشن او بوينت او ثري البي فاليو ويداوت الاو بوينت او 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 ايت الاكزامبل التاني عندي الناس اللي هو والفيميل وعلاقتهم بالسموكينج يعني فيه بتاعتي فيها 725 اه اه ولا ولا بعمل نفس الكلام بالفنكشن بشوف المنظر العام يعني اه فيه تلتمية واربعتشر في ميل مش بيدخنه بوعو واربعين في ميل بيدخنه تلتمية واربع وتلاتين ميل مش بيدخنه وتلاتة وتلاتين ميل بيدخنه هعمل وبرضو هعمل بفولس اه هنا هم يديني اه لان اقل من الكريتيكال والبي بتاعتي اه وان فيه لما يكون عندي اه في حاجة اسمها وفيه مثال لو عملنا اه بيطلع للمسال ده اه المسال ده بيتكلم على ان فيه قالت ان هي تقدر تدستينجوش ازا كان الشاي باللبن اللي قدامها الشاي تحط الاول ولا اللبن ودي كانت نتيجة بتاعتها بالمنظر ده اهو والتروس اهو اه ان هي شي ان الملك تحط الاول واتتي بعديوة هكذا المهم يعني دي التوزيعة لو جينا استخدمنا اللي هيحصل هيقول لي ان في هزي الحالة ما بفيه بستخدم وبيديني طبعا هو هنا مديني بس انا بس كنت عايز اوضح انه ما بفيه ممكن يديني مع الكاي سكوير وعشان كده بستخدم fisher.test